السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدرين اخوات لابس عليكم هانية كل شيء مزيان اتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في الفيديو جديد عندما تقرأ نشيجو جديد السيمانات قدرت مراجعة الريل ميتمنيا برو واحتمال المراجعة بقيت اخدام بلوحد مدلطوا لحد الساعة وبصراحة من ناحية الخدمة طلع تليفون اللواعي بثير زروا مشاكل ومقايش معتش مشكل والتليفون في واحد ثلاثل اللواعي وطبع حالة شيء كامل راجعة الريل ميتم لما كنت بقيت اخدام المراجعة كنت نصحك تفرج فيها ستطلع لك هنا طبع حاجة تسايل الفيديو ستفرج فيها واليوم ان شاء الله سننهضر على الاخ الأصغر الذي هو الريل ميتم وإذا كنت من الناس الذين مهتمين بالألعاب كنت نصحك تكمل الفيديو لان الهاتف لا يوجه لك قبل أن ندعو لا تشاركي بالقناة فعل جرس لكي نفعل فيديو وصلك الانستغرام سنقوم بفعل الفيديو ماذا عندما تصلنا على الاشتراك نحن نريد أن نشعر براسنا مشهورين شوية ونفعل لكم العبيدات وذلك شيء نريد معنا صحي ونبدأوا على بركة الله ماذا نشوفوا ماذا عندنا هنا والحاجة ستجدون الكرتانة هنا ستجدون الكرتانة ستجدون الكرتانة اللي احليناها ستجدون الكشوبة وعندنا البوشيطة بحال البروشيطة ستجدون التليفون وهذا ستجدون الكرتانة ستجدون الكرتانة ستجدون الكرتانة والكابل الشحن ستجدون التليفون وهذا هو التليفون الريل مي ايتش من نصف تصميم الريل مي ايتش برو الا ان الضار هنا ستجدون الكرتانة وهذا ما ستجدون الكرتانة بصراحة التليفون ستجدون التليفون هي العبارة التليفة التي تغيرها الألوان هنا ستجدون الكرتانة لا تأكد بالخطوة و ستجدون محل و ستجدون مصنوع من الزج لأنه ستجدون الكرتانة و تدرب الأشياء بالخصوص السلون و أكثر أكثر مهمة في الهاتف وهذا كانت تليفون هنا لدينا الكرتانة و تجدون المنافسين و مختلف عن المنافسين بسنات بصراحة التليفون و الأزرار بعدها استطيع المفاقات و صرحة التليفون و ان قدراء التليفون و ااكثر فى الأعلى لدينا المايركروفول الذي كفلنا الشرح و الأسفل سوف ن achar المساعدة و يسأل الميكروفول مكروفول خاصة من الملف الحظ و الأعجابة و كانا حاليا و الأصوات و الأصوات و الأصوات هنا لا يوجد استيريو فتعالي و تنمي أجل لا يمكنك أن تخسرها وهذا لم يكن بالنسبة للصميم نزل الشاشة الهاتف يأتي بشاشة 0.4 انش منها سوبر اموليد في دقة فول ايش دي بلاس والتردد هو السين هيرتز بالنسبة للإضاءة في الزن قتحت الأشياء عادية الشمس كل شيء يبدو واضح ولكن لا تحتاج لك العباء في حالما ترى لا يوجد شيء المهم الألوان تتبعين جيدا وزاوية الرؤية لا يوجد أن نظروا اليوم رأيها سوبر اموليد نحن لأهم نقطة في الهاتف وهي الأداء من ناحية الأداء الهاتف هنا يخير في الخدمة وليس لديه مشكلة الوجه هنا يستقرر لأبعد درجة تمنى أن تحسن لنا 90 هيرتز ولكن تحسن من تجربة المستخدم ولكن يجب أن تحسنها في البرو سوف تدري لك فعدة الله يضيكم علينا وصف المهم المعالج الذي يأتي هنا هو الهيليو جي 95 بالنسبة للألعاب الهاتف هنا يأتي بأحد الأداء الذي يخير لأن البروستور الذي لديه هنا مخصص أكثر الألعاب غير شيء يجب أن تفهمني لماذا يعمل على الهاتف هنا يعمل على الهي HD مع العلم أن المعالج في الهاتف أخر يعمل على الهاتف يمكن أن يجب أن يجب ميزا جهورا لكي يقدر شيء من خلال تجربة الهاتف لا يوجد إليه لا يوجد إليه والأداء للألعاب بصراحة بخير وجربتها حتى كل شيء وكانت هذه الإعدادات بالنسبة للسخونية لعبت قريبا في الهاتف 20 دقائق سأحسن بشكل سخونية لديك سخونية عادية لن تجعل تكمل تقصارك سأحسن بها ولكن تكمل تقصارك عادية لأن العام الأمن لدينا هذه البصمة في الشاشة لأداءها مزيداً ولم يجب أن تحلق خفيفة أما فيس ألوك أولاً أداءها مزيداً ولم يجب أن تحلق مشكلة وكمل من عقلك تابع الجملة لكم حفظتها لا أسمحوا لي أن أصرف الهجاب يأتي باندرويد 11 مع واجهة ريلمي يو اي التي تعتبر من بين افضل الواجهات بالنسبة للمستشعرات كل شيء ناضي جربت المستشعر الذي يضع على الادا وكان مزيان جربت حتى البروكسيميتي تكون الادا مخير وحتى الناس الذين يحتاجون جيروسكوب يكونون مقصرين في بابجي نريد أن نقوم بجربة ماذا لقيت الادا هنا ام خير ام معلم الهجاب يأتي ب5000 ميلو امبير مع شاحن 30 واط سوف يقوم بشارجي من 0 إلى 50% ساعة لدقائقها بالضبط ومن 0 إلى 100% ساعة وقسم ساعة واحد قليلا وبالتالي نقول لك إذا كانت استخدامك توسط سوف أعطيك واحد يومين بلا ما تحتاج شارجي هذا يوجد الكاميرات الهجاب يأتي بربعادة الكاميرات الكاميرا الرئيسية 24 ميجا بيكسل الكاميرا التانية وإلترا وايد يأتي ب8 ميجا بيكسل أما التالي يأتي بشارجة ميجا بيكسل واحدة خاصة بالعزل والخورة ماكرو وبصراحة سوف تحتاج شارجة فهم الرئيسية والألترا وايد أما بالنسبة لكاميرا الأمامي يأتي ب16 ميجا بيكسل والناس الذين مهتمين بالفيديو يستطيعون تصورنا في 4K مع 30 إطار في الثانية ويستطيعون تصورنا في 1080 مع 120 إطار في الثانية يعني الناس الذين سلو موشن والعيبات سيصلح لكم المهم خليكم بعض الصور يتحكموا على كاميرا كيف جديرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للرأيي في الهاتف سأقول لكم أكثر شيئا أعجبتني فيه وهو استخدامه تشعر بالتليفون خفيف لا يوجد مشاكيل لدينا هنا الواجهة نقية و لا تريد أن تقوم بإستخدامه لن يقوم بإستخدامه و إذا ستعود لكم ستجدون بإستخدامه و إستخدامه الشاشة هنا هو Super AMOLED شاحن 30W الذي سيشارجك في وقت سريع وعنما و آخر شيئا وهو الأداء الألعاب هنا أداء المحترم مع شخص سخونية بالنسبة للهجهة المعجبين هنا وهو الصوت تمنيت تقوم بإستخدامه تقدر أن تكون هناك شيئا عادة لديك مثل الصوت مونو ولكن أقول لكم عاودة اليوم تجربة استيريو و تقوم بإستخدامه لا ترجع المونو لذلك تقدر أن تجرب تليفون فيه و ما الذي أريده ومجرد أن تعرف المونو تقدر أن تكون هناك هيا تلات درجة ثانية تمنيت و لكن تمنيت تقوم بإستخدامه 90Hz كيف تقوم بإستخدامه؟ العام الذي كانت 90Hz و لكن الشاشة كانت IPS وهذا ما يقوم بإستخدامه وهذا ما يقوم بإستخدامه 60Hz وهذا ما يقوم بإستخدامه لديك تليفون فيه 120Hz و لم يعمل بإستخدامه لماذا أخاف على الباتريا؟ لا أعرف ماذا ستعرفكم على هذه القضية ثالث شيئا الذي قدر أن أقوله لم أعجبتني كنت أقوم بإستخدامه 150 درم و إستخدامه 2300 درم ما علينا سيدي نعطيك بخلاصة الفيديو لديك 2400 أو 2500 درم و تقلب على تليفون سواء الألعاب أو للإستخدام العادي كالنصحك تفكر في هذا الهاجف و أنا متأكد لأخذتي ستدز واحد السمال ستراجع عندي و تقول لي ما عيب الله يرحم لك الوالدين حتى تنصحتيني به تقدروا تقول له هذا الزاد فيه الكثيرا ولكن تتجرب تليفون على تحكمه وتأكد من هذه الهضرة الصحيحة أو لا في حالة لم تكن مهتم بالكاميرات بصراحة لم يمكن أن أقول لك هل هي أحسن كاميرا في هذا الفيئة السعرية أو لا حيث الحد السابق لم تتجربوا مع الهواء في نفس الفيئة السعرية و ترى التصور من قبل و ترى ما نسبك هذا مكان في أمان الله